انا عارفة ومتأكدة ان انتوا هتيدوا علي اول ما تشوفوني بنضف المنبار في الخلاط طب تابعوا معايا الفيديو وشوفوا لو انا بتحكي عليكم في اي حاجة ما تصدقونيش بعد كده يلا نبدأ على بركة الله ونصلى على حبيبنا المصطفى اللي يشفع فينا يوم الدين ودي النتيجة قدامكم يا جماعة هي من اول فيديو عشان ما تقولوش انا رغاية ولا بطول عليكم النهاردة حبايا بقلبي انا جبت اتنين كيلو منبار فبصراحة الكمية ما شاء الله مش قليلة انا لسه بقى هنضف بالسكينة وهتعب ايدي والكلام ده كله طب ما اجرب بقى ونضف في الخلاط زي ما كل الناس بتنضف ايه المشكلة يعني طبعا انا اول حاجة هعملها جبت غسلته كويس جدا قبل ما قلبه باي بقى خرطوم عندك عارفين الخرطوم بتاع الله ما صلى على النبي بتاع الفلتر قدتوا منه حتة كده وبقلب يعني ببقى سهلي معايا في القلبان لانه ببقى طاري معايا كده وبقى بلاستيك انتوا عارفين يعني مش ناشف مش بتعبني انما لو مش عندك بقى ممكن بالمقوار بتاع المحشي تقلبي به او بعيدان الشيش طوق بس بصراحة اسهل حاجة جربتها مش هكذب عليكم هو الخرطوم البلاستيك ده بيا جماعة لين معايا كده وبروح بيجي يعني وسط ولا ناشف ولا طري بعد ما خلاص قلبته كويس جدا انا هاخده واخشتفه شطفة حلوة كده وتعالوا بقى قدامكم اهو طلعت الخلاط بتاعي طب بداية كده عشان السرواحة معاياكم دي مش خلاط دي كبة طلعت السلاحة البلاستيك التاني بيبقى معايا وحطيت بقى كمية المبار اللي انا عايزة انضفها طبعا ما قطرتش عشان اخليها تنضف كويس جدا طبعا ده الخطوات اللي هم قالوا عليها فبصوا ادي النتيجة قدامكم هم يعني هي طلعت مش هقولوكم اطلعتش لقى طلعت قلت بقى حط شوية ملح كده خشنين عشان تنضف للحاجة وتكون تخليها كده ايه ميت فل وعشر عملت كل حاجة وحطيت ملح فوق وتحت والكام ده كله بس بصوا ادي النتيجة قدامكم مش نتيجة المرضية اللي انا عايزة لا يا جماعة لسه برضو محتاجة تنضيف طب اعمل ايه واسوي ايه بصراحة كل الطرق فشلة اوعي تنضفي في الخلاط هيبقى معاك يبصي عصير للأسف اوعي تنضفي في الكب حتى لو سلاح بلاستك زي اللي شفتين معايا ده برضو بينضف يا جماعة مش هقولوكم مش بينضف بس مش بينضف التنضيف اللي هو شايفين بقى مفيش احسن من السكينة هتمسكيها على ايدك الشمال بتاعت حتة المنبار والسكينة في ايدك اليمين وشد كده على طول شد شد بصوا والله يا لعظمي الكمية دي ياريتني ما هضرت الوقت ده كله ولا تعبت ده كله وبصوا عملات لكمية اطباق ومواعين ورايا كده في المطبخ لو وردتكم الحط بتاعها هتتخضوا منه بصراحة تسمعوش كلام حده ما تجربوش حده ما تضيعوش وقتوكم وصحتكم ده الوقفة في طول النهار في المطبخ بتخلي الواحدة نايمة ورفع جليها طول الليل بالليل من كتر الوجع والقلم اللي فيها ربنا يعلم انا ما بيجي علي وقت النوم ببقى عاملة زي بقى رجلي كده متدغدامة وانا والله العظيمة عشان تعبت قلت لازم انزل الفيديو ده مخصوصه عشان حذاركم ما تجربوش اي وصفات جديد ما فيش احسن من السكينة وتغسلها تحت المياه كواس بقى وتنقعها بملح ودقيق ولمون بقى كده لمدة نص ساعة وسيبيها تطلع كل الزفرر فيه ولو مش عندك دقيق حطي مع اللمون والملح معلقتين من الطحينة بتخلي ريحتها فل وعشرة ادعكيها بقى كده وعشان تتأكدي ان كل حتة تتحط عليها دقيق وجيبي بقى مياه وانزيل عليها وسيبيها تتنقع عن نص ساعة وصف فيها وعينها بقى مع شريح كده في الاكياس بس ها ما حاجة تصف المال فيها في الفريزر وبالفة هانا وشوفها مش هتلاقي فيها ريحة الزفارة وهتدعيلي مفيش احلم من نظافة اجدادنا هم اللي علمونا وما زلنا نتعلم منهم لحد الان ربنا يرحمهم جميعا يا رب وفي اخر الفيديو حبابي بطلب منكم طلب بسيط صلوا على حبيبكم المصطفى بنيت الفرج على اخواننا في غزة ربنا يا رب معاهم ويسترها معاهم وفديهم ويطلحهم من هما فيه يا رب العالمين قولوا امينة علوم بالله عليكم يا جماعة احنا داخلين في ايام مفترج